وزارة الزراعة حددت أسباب ارتفاع بعض أسعار الخضروات المحلية وقالت إن هناك عوامل رئيسة لتنشيط القطاع الزراعي بغية الوصول إلى الأمن الغذائي يضاف إليها توفر المواد المرتبطة بالاستيراد مثل السماد والبذور والمبيدات الحشرية المدعومة من الدولة مشاكل يواجه المنتج المحلي هو سياسة الأغراغ السوقي اليوم كثير من المحاصيل ممنوعة من الاستيراد ولكن اليوم الأسواق مليانة دعم لهذا القطاع لأنه لأجل تأمين الأمن الغذائي للمواطن العراقي خاصة العالم اليوم يعاني من أزمة غذاء ارتفاع الأسعار حقيقة هذا مرتبط بالأمور الخارجية اللي هي الأسمدة المتخلات الانتاج النباتي هاي كلها الآن ارتفعت إجراءات أساسية أخرى للسيطرة على المنتج المحلي هي ما يحتاجها التصنيع الزراعي الذي يرتقي بالمنتجات الزراعية الكفيلة بديمومة نشاط القطاع الزراعي بأمس الحاجة اليوم نحن للصناعات التحولية التي شلت حركتها بشكل كبير جدا أو عطلت الصناعات التحولية في معظم محافظات العراق وهذا اعترى أيضا سلبا النتيجة لعملية العرض والطلب وبالنتيجة يكون لدينا كثير من الموات في دروة الموسم تكون فائض كبير جدا وبالنتيجة يخسر الفلاح تلتزم وزارة الزراعة بالروزنامة الزراعية وتسعى للحفاظ على أسعار الخضروات من الارتفاع لكن وفي الوقت ذاته تفضل تدخل الدولة لمنع إغراق السوق بالمستورد من بغداد محمد العيداني العراقي الإخبارية